موسيقى اسلام عيوني دكتور انت كيف الله؟ بيغفر خطايات؟ في عنا طرق كتيرة بتودي عالطاحون دكتور منها اساسية ومنها فرعية شو هي؟ اول السبل الغزو في سبيل الله يعني المجاهد اللي بيقتل وينقتل بتمحى خطايات اي اي بيدخل عالجنة ويدخل معه سبعين واحد من العيلة اي نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى اذا لقي العدو قاتل حتى يقتل محي الذنوبه وخطاياه ان السيف محاء الخطايا انتبه الدكتور السيف بيمحي الخطايا حتى الغفران عندك لازم يكون فيه سيف وقتل ودم كمان بالانجيل هيك مكتوب بدون سفق دم لا تحصل مغفرة اي العمى بقلبك شو بتحب تقلب الحقائق والطريق الاساسية التاني للغفران هي الحج قال رسول الله الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وقال كمان من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه الفسق فهمناها بس شو هذا الرفث؟ يعني الونسة بكل ما يتقدمها وما يدبعها يعني بعد الحاج ما بتتونسوا ابدا؟ المعنى انه خلال الحاج والصيام ما لازم يكون فيه ونسة دكتور العمى؟ يعني واردة المسلم يفكر بالونسة وهو بالحاج؟ اي طبعا واردة وقال له ما كان الله نبه عليها دكتور طيب طيب وشو في غير سبل للغفران؟ في عنا طرق فرعية كتير بتغفر الخطايا اذا صليت عن النبي الله بيغفر لي عشر خطايا من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحتى عنه عشر خطيئات اذا حررت اسير مسلم الله بيغفر لي خطايا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتقى رقبة مسلمة اعتقى الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه حتى بالغفران كمان دخلت الفروج اي 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 اذا تصدقت الله بيمحيل الخطايا بحسب قوة الصدقة الصوم صدقة الصلاة صدقة كل تسبيحة صدقة لما بتقول الله اكبر صدقة الوضوء صدقة الوضوء كمان صدقة من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظافره يا لطيف يا لطيف من تحت اظافره اي اي دكتور والونس صدقة وفي بضع احدكم يعني في الجماع صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه فيها وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر تخلاك كم نقطة تكسب بكل ونسة بالضبط ما بعرف دكتور بس بين عليها محرزة انا بشوف انه ما في داعي تقاتل وتستشهد سيد اسلام ليش دكتور لانه كترة النسوان تبعك وكترة الونسة بيفوتوك عالجنة مية بالمية ايه والله دكتور معكها بتعرف شو؟ لازم نعملك مفتي يا اخي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر